بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشتراك الموصلين وهذا الوصف نستطيع أن نقول هو الوصف الدائم للعلاقة يعني أدق وصف ربما الوصف الثابت في العلاقة وهذا التذبذب الذي يحدث من حين لآخر لإسباب تاريخية بدرجة أولى باعتبارها دولة مستعمرة وباعتبار أنه ما بعد الاستقلال ما زالت كثير من الملفات عالقة لمستوى بعض الممارسة والإدارة والسلوكات وبعضها الأقل على المستوى العقليات إذا ما زالت أطراف فرنسية تنظر إلى الجزائر بعقلية أنها مستعمرة قديمة تابعة لها لم تقتنع بعد باستقلال الجزائر رغم مرور 60 سنة على هذا الاستقلال ما زالت تفكر بعقلية الهيمانة وبعقلية المصالح الفرنسية على حساب المصالح الجزائرية هناك أطراف حتى الرئيس الفرنسية شخصيا اشتكى منها في هذا الموضوع ونفوذها قوي بإضافة إلى أن هناك التطورات العالمية الآن التي انعكست درجة أولى في المعود الاقتصادي على كثير من الدول ومن بينها فرنسا التي تعيش إزمة اقتصادية خانقة في ارتفاع الأسعار في ارتفاع مويد للتضخم في انتشار البطالة في هذه التظاهرات التي أصبحت يعني أصبحت روتينية في فرنسا غير مبعد لأصحاب بذلات الصفراء والآن في موضوع القضي وموضوع التعاتى قانون التقاعد وقد تكون هناك أيضا أزمات أخرى مؤشرة لأزمات أخرى لأنها مرتبطة باقتصاد ممكن تدعية الأزمة الاقتصادية العالمية نعم طبعا مني قلت هذه بعض نتائجها التي أثرت عدو فرنسا واحدة من الدول التي تأثرت كثير من هذه ولكن الآثار تكون في المرحلة القادمة السوء مما هي عليه الآن